مصر جميلة اهلا بحضراتكم من جديد وملف طبعا الاقتصاد والاستثمار الملف ده يعني زي ما بنقول دايما انه هو ما بيتوقفش الحوار والحديث عنه وزي ما بنقول دايما انه الدول بتفتح لها افاق جديدة للاستثمار بتدور على المنتجات بتاعتها تصدرها لاي دول بتشوف الدول النهاردة محتاجة ايه كل ده بيوفر ايدي عاملة بيوفر دخل قومي كبير جدا للدول مصر النهاردة اصبحت من هذه الدول اللي بقيتش تعتمد على الاستراد والاستهلاك النهاردة بقى فيه فكرة ورؤية جديدة طيب ما حدث فيه لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع منول ماكرون رئيس الفرنسي كان لقاء الحقيقة غاية في الاهمية تناول طبعا القضايا العديدة وعلى المستوى الدولي والمستوى المحلي طبعا كان على رأسها القضايا الفلسطينية وقضية الملف الليبي وده بالتأكيد كان جزء مهم جدا بيفتح افاق جديدة للعمل في المنطقة طيب احنا هنشتغل ازاي احنا هنتعامل ازاي وزاي ما قلت لحضراتكم في المقدمة انه فرنسا من اولى الدول استثمارا في مصر بنتكلم على اكتر من 100 شركة بنتكلم على استثمارات يعني منذ 2900 مليار دولار ارقام كبيرة جدا وخليني اروح بقى للتخصص وحنتكلم ازاي مصر استفادت من هذه الزيارة وايه الجديد في هذه الزيارة على المستوى الاستثماري والاقتصادي خلوني ارحب بصديقي العزيز وضيفي وضيف حضراتكم استاذ دكتور احمد سعيد وستاذ القانون التجاري الدولي اهلا بيك دكتور احمد منوارنا دايما شكرا يا فاندسا صباح الخير على حضرتك اعتقد انه في كل جولة من جولات فخامة رئيسة الفتاح السيسي لكل دولة على رأس الملفات اللي يمكن هيتناقش فيها مع الدولة اللي هيزورها الملف الاقتصادي بسم الله الرحمن الرحيم هو طبعا هدف رئيسي عند فخامة الرئيس هو تحسين حياة المواطن هو تغيير الحياة اليومية اللي كل واحد فينا بيقابلها فده دايما مرتوط بتوفير فرصة عمل وتوفير دخل مناسب وتوفير خدمات محترمة للمواطن المصري فهو دايما مجهوده كله بيصب في مصلحة انه بيفتح لنا فرص عمل جديدة لكل طواقف المجتمع وكل افراد الشعب المصري كل ما بنفتح فرص اكتر كل ده معناه ان مستوى الدخل بتاع الناس هيزيد كل ده معناه ان مستوى دخل الدولة هيزيد فانعكس على مستوى الخدمات اللي بتتقدم للمواطن بشكل افضل فانا بشوف زيارة سيادة الرئيس لفرنسا ما بشوفهاش لوحدها انا بشوفها في مجملها ان سيادة الرئيس بقاله خمس سنين بيجوب كل دول العالم دي تالت زيارة لفرنسا الهدف من الزيارات دي بشكل مباشر هو التعبير عن مصر هو تكوين علاقات تقوم على الشفافية وعلى الاحترام المتبادل وعلى ترصيخ الهوية المصرية وعلى التعبير على القيم المصرية وخاصة القيم الإنسانية منها كل ده لما الدول العالم بتتعامل معاك بالشكل ده وبيعتبارك شريك سياسي وتجاري مهم بيرسخ فيه اسلوب التعامل ما بين الدول وبعضها وبيفتح مجال الاقتصاد والرجال العمال اكتر ان هما يشتغلوا ينشطوا يعني كل مساءة الرئيس بيفتح لنا علاقات مع دولة وبيوطد العلاقات دي ده بيسمح لرجال العمال من مصر ان هما يزوروا الدولة دي ويعملوا معاها اقتصاد وبيسمح لرجال الاعمال من الدولة دي ان هما يجوا يستثمروا في مصر لان هما بيحسوا ان فيه رغبة من اعلى سلطة في الدولة لتزليل العقبات اللي بتواجههم يعني انا عندي المستثمر الفرنسي بيشوف بيارى زيارة الرئيس لفرنسا انه بيزللوا كل العقبات الموجودة قدامه في مصر احنا بنفتح لهم فرصة في دولتنا ان احنا كلنا نتعاون كمصريين وكأجانب مش فرنسيين بس من كل دول العالم كلنا نقدر نساهم في مشروع على ارض مصرية بيخدم المصريين وبينعكس على نتج القوم المصري بالاجابية صحيح لما نيجي نتكلم على الحقيقة التعاون المصري الفرنسي في الاستثمارات زي ما انا قلت في المقدمة وحضراتك تبعتين ودكتور احمد انه فرنسا من اوائل الدول تعاون وطيد وتعاون تاريخي الحقيقة يعني نتكلم على اكتر من 100 شركة نتكلم على تقريبا معدين بالزبط 160 شركة 160 شركة بحاجة الاستثمارات 5 و 2 من 10 مليار دولار امريكي موجودين في مصر على الاقل منهم اخر 5 سنين واحنا بنتكلم على 160 شركة مش بنتكلم على شركات من الحجم الصغير لا بنتكلم على شركات استثمارات في منطقة ضخمة منها على سبيل المثال اورنج وتوتل وكريدي اجريكول وكرفور دي كلها استثمارات فرنسية فده معنا ان المستثمرين دول بيجوا استثمروا في مصر في مشروعات في منطقة ضخمة والاهم من حجم الاستثمار هو الكلام اللي كنت حضرتك بتتكلم عنه ان مصر دلوقتي عندها رغبة في التصدير احنا عندنا رغبة ان احنا نقلل فطورة الاستيراد فالتعاون الاقتصادي النهاردة بين مصر وفرنسا مش قائم فقط على ان احنا نستورد منهم منتجات لا النهاردة اصبح فيه نقل تكنولوجيا يعني فرنسا من الدول المهمة فيه العلاقات الثقافية والتعليمية مع مصر زي ما انا عندي على الاقل 2500 باحث مصري بيتلقوا الدراسات العليا في فرنسا كل سنة زي ما الاستثمارات الفرنسية في مصر النهاردة اصبحت مرتاكزة على نقل التكنولوجيا وده بيسمح لنا ان احنا سنويا بنستورد منهم عدد وادوات وماكينات بحوالي اكتر من 2 مليار دولار امريكي النهاردة فرنسا بتساهم معنا من سنة 80 في مترو الانفاء بالتلات مراحل بتوع وده خبرات فرنسية ساعدتنا كتير لغاية لما الشركات المعولات المصرية النهاردة اكتسبت هذه الخبرة وبقى اينا عندنا القدرة لوحدنا ان احنا نقدر نعمل القطارات الانفاء بكل انواعها وبكل اشكالها في مساهمة مستمرة من فرنسا في مشروعات الطاقة محطات الكهرباء ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة دي كلها مشروعات فرنسية بتصب في مصلحة المواطن المصري في مشروعات مستمرة النهاردة هم بيشتغلوا معنا في تطوير الترامب بتاع اسكندرية بيشتغلوا معنا في كافة المشروعات اللي تتعلق به البنية التحتية وخاصة منها اللي بيخدم اضعف الشرائح في مصر وهي الشرائح تحت معدل الفقر ففيه علاقات وطيدة جدا للتعامل التجاري والاقتصادي ما بين مصر وفرنسا بترتقس في المقام الاول على التنمية يعني احنا عندنا فيه وكالة فرنسية اسمها الوكالة الفرنسية للتنمية الوكالة دي لها مشروعات عدة بتقوم فيها في مصر احدافها الاساسي هو تطوير المواطن المصري وتطوير البنية التحتية لمصر يمكن اخر حاجة كانت يمكن من حوالي شهر كان فيه تعاون بمئة مليون دولار امريكي على مشروع متعلق بالمشروعات الخضرة يعني ايه المشروعات الخضرة المشروعات النظيفة اللي بتخدم البيئة يعني فيه رغبة عالمية عند الاستثمار العالمي في المستقبل انه يدعم المشروعات الصديقة للبيئة الغير ملوسة للبيئة صناعات وزراعة وتجارة ففيه قروض بتوجه من فرنسا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هنا في مصر من خلال البنك الاهلي المصري بتفتح فرصة للشباب ولغير الشباب للاستثمار في هذا النقطة الفرنسية كمان اللي موجودة في السوق المصري دكتور احمد وبيتعامل معها المصريين منذ سنوات طويلة بالتأكيد علاقات وطيدة جدا اللي بيدعم العلاقات دي النهاردة هو التقارب السياسي الموجود زي ما قلت في خلال خمس سنوات في ثلاث زيارات من فخامة الرئيس لفرنسا حقيقة انا هتوقف مع حضرك دكتور احمد عند التقارب السياسي وفكرة دعوة رئيس ماكرون في خامة رئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة في هذا التوقيت اللي انا بشوف انه توقيت هام للغاية خاصة في قضايا شرق المتوسط والقضايا طبعا الملف الليبي والملف الفلسطيني وكان حقيقة فيه تقارب في وجهات النظر وشفناها وشاهدناها حقيقة فيه الاستقبال اللي شكر سيد رئيس عليه حياة فرنسا قيادة وشعب لكن في الاخر احنا بنتكلم على جزء اللي هو هيخصنا لما هيحصل استقرار في هذه الملفات خاصة بنتكلم على الملف الليبي بنتكلم على اعادة اعمار بنتكلم على اقتصاد بنتكلم على احنا النهاردة بقينا بنصدر تكنولوجيا وبنصدر الحقيقة عمالة مدربة مش هنصدرها بقى احنا خلاص بقينا بنقوم بالمشروع بشكل كامل يعني قدي ايه مصر ممكن تستفيد من الاستقرار المنطقة في الملف الاقتصادي في الحقيقة انا كمواطن مصري كنت فخور جدا جدا بكلمة سيادة الرئيس في المؤتمر الصحفي مع رئيس ماكرون وشفت الكلمة دي انها بتعبر فعلا عننا كمصريين فخامة الرئيس بيتكلم عننا وبيتكلم بنسالنا على القضايا المؤثرة في المنطقة ومنها ان احنا عندنا اهداف واضحة احنا كمصر الهدف الاول هو محاربة الارهاب احنا عايزين نوفر بي ايامنا في مصر تصلح فعلا ان احنا نشتغل عشان المصريين يحققوا احلامهم وطموخاتهم ده مش هيحصل غير من خلال العمل مش هنقدر نبني مستقبلنا غير بالعمل وبالكفاح بس احنا عشان نقدر نشتغل ونكافح ونعمل كان لازم بي اتعامل امنة ومستقرة كان لازم يبقى فيه طريق امن عشان نقدر نروح لشغلي فاحنا عندنا اولوياتنا احنا لا نتدخل في شؤون الغير لا نتدخل في السياسات الداخلية للدول الاخرى فكانت كلمة في منتهى الاتزان وفي منتهى الوضوح والشفافية وبتعبر فعلا عن مستقبل المصريين احنا النهاردة بنشتغل فقط بنمهت كل السبل عشان نقدر نشتغل وعشان نقدر نبني مستقبلنا فده انا شفت الزيارة سياسيا من الزاوية دي وشفت قد ايه ان ده عمل تقارب فكري فعلا في قضايا المنطقة وفي الشرق الاوسط ككل هيسمح لنا في المستقبل بمزيد من الاستثمارات خليني اوضح للسادة المشاهدين ان ترتيب فرنسا من حيث الاستثمارات الاجنبية في مصر هي الدولة رقم 6 يعني هي سادس دولة بتستثمر في مصر من حجم الاستثمارات بتاعتها بالنسبة للمعاملات التجارية الدولية فهما الدولة رقم 11 في التعاون والتبادل التجاري بين مصر وفرنسا المنتجات اللي بتصدر من مصر للفرنسا فيها زيادة مضطردة كل سنة باكتر من 100 مليون دولار يعني في 2016 كان حجم التصدير اللي مصر بتصدره الفرنسا لا يتخطى 400 مليون دولار النهاردة احنا بنتكلم في 900 مليون دولار وفي زيادة مستمرة الاهم من كده وان احنا اللي احنا بنستورده منهم اصبح يرتكز على العدد والالات والادوات النهاردة احنا ما بنستوردش من فرنسا منتجات استهلاكية اللي احنا مركزين كويس قوي على نقل التكنولوجيا ان احنا ناخد منهم خطوط انتاج ناخد منهم افكار ناخد منهم معدات ناخد منهم ادوات الجميل في الموضوع ان هم التقارب السياسي سمح لهم ان هم يوفقوا ينقلنا النوع ده من التكنولوجيا عشان يبقى فيه توطيد للتصنيع الفرنسي في مصر عشان هم ادركوا ومتأكدين ان مصر يا بوابة افريقيا فقط اتفاقية الكوميسة بتسمح لهم دخول شرق افريقيا 19 دولة في افريقيا فيهم 510 مليون نسمة ده سوق كبير جدا ومفتوح جدا اللي هيقدروا من خلاله لو صنعوا في مصر ان هم يدخلوا للسوق ده بدون اي تعريفة جمركية يعني المنتج الفرنسي اللي هيتصنع بأيدي مصرية هنا هيدخل ل 510 مليون مواطن في شرق افريقيا بدون اي تعريفات جمركية فاحنا عندنا مزايا شغلنا السنة دي في ظل جائحة كورونا عبر عن مصر بشكل ايجابي ومحترم ازاي في ظل كل دول العالم لما كان عندها اغلاق المصر كان شجاع وكان بيروح لعمله مصر كانت حكيمة جدا والقيادة السياسية كانت حكيمة جدا انها عملت حظر انتقائي للفئات الاكثر تضرورا من هذا الوباء زي كبار السن واصحاب الامراض المزمنة ما خلاف ذلك في دولة اعدادها 60% منه ومن الشباب كنا كلنا بنعمل ده اده رسالة للعالم كله ان المستثمر الجد اللي عايز ناس بيستشتغل الباب مفتوح ليه في مصر قيادة سياسية بتزلله العقبات مواطن عايز يشتغل وعايز يكسب فرص نجاح مؤهلة جدا وصلتني دكتور احمد لوجهة نظر اللي هو كيف يراك الاخروب بتأكيد ودي كانت جزئية مهمة جدا وانا بشوف ان القيادة السياسية طول الوقت بتلعب على ده في كل الحقيقة الملفات اللي بتضارفة مصر اتعبر عنها بشكل يخليك فخور ان انت مصري يعني وايه قيمة بقى الرسالة اللي احنا بنوصلها يعني هل هي زيادة في الاستثمارات البنية الاساسية والمشاهد اللي بتشوفها مصر وبشوفها المواطن المصري من الاصلاحات واعادة بناء في كل المجالات وبرده احيانا انا بحس ان كلمة البنية التحتية والبنية الاساسية دي بتبقى غريبة على اوزن المواطن بس انا بوضح له تاني المواطن اللي كان بيعاني انه بيرجع من شغله يلاقي الكهربا مقطوعة في فيتو او يلاقي الميا مقطوعة في فيتو النهاردة الدولة بتوجي حصيلة كبيرة جدا انتجاه ان هي تغير خطوط المياه وتغير خطوط الكهربا اللي منها حاجات ما تغيرتش من خمسين سنة عشان انت تقدر ترجع لبيتك في سلام بحاول اعملك طريق اختصر عليك الوقت اللي انت كنت بتضيعه في الزحمة فبعندك وقت ترتاح فيه او تستثمره في مزيد من العمل هي دي فكرة البنية التحتية النهاردة بيعدي علينا الشتاء ما عندناش ازمة انبوبة بوتجاز الازمة اللي احنا عنينا منها لسنين مضطردة وقد بتيقي كل شتاء لا الازمة دي مش موجودة النهاردة في كتير من المشروعات الفرنسية في مصر بتقوم على هذه الخدمات الاساسية زي الكهربا وزي الميا وزي توصيل الغاز للمنازل بشكل مستمر فاذا التعاونات كلها بتصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر اللي بيصب في مصلحة ان احنا نفتح له فرصة عمل جديدة اللي بيصب في مصلحة ان حياته اليومية من الخدمات الاساسية اللي بيطلقها تكون ايجابية اكتر الرعاية الصحية اللي يكون بيطلقها اكتر التعليم ودي كلمة مهمة احنا سنويا في اكتر من 40 بعثة بتيجي من فرنسا للاكتشافات الاسرية هنا في مصر 40 بعثة فرنسية استثمارات ضخمة جدا بيجوا يساعدونا من خلالها على اكتشاف الكنوز المصرية والكنوز التاريخية لمصر في اكتر من زي ما قلنا 2500 باحث مصري بيطلقوا الدراسات العليا في فرنسا ففرنسا النهاردة بتفتح لنا كل الابواب للتعاون الثقافي والعلم والاقتصادي فرنسا طرح لا اودها للتعليم والثقافة بالتأكيد وفي تواصل طول الوقت عشان كده طول الوقت العلاقات عايزة صيانة مستمرة وعايزة مواقف واضحة وعايزة ارادة واضحة للتعاون وهو ده اللي فخمت الرئيس تميز انه حقق هنا في خلال الخمس سنين اللي فاتوا يمكن الخمس سنين اللي قبلهم كان العلاقات بدأ يبقى فيها جفاف يمكن العلاقات الاقتصادية كانت متوترة وكان في عندنا ضعف في حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر لكن ابتداء من ولاية فخمت الرئيس الامور بدأ تستقر بدأ يظهر لمصر السياسة واضحة مع دول العالم فده سعيدهم ساعد المستثمر انه عارف انه في حد هيحلله مشاكله لو قابلها في مصر وضوح السياسة يعني خليني انا بتوقف شوية مع بعض المصطلحات الحقيقة مع حضرتك دكتور احمد لانها بتقرب قوي وجهات النظر وتقرب الفكرة للسادة المشاهدين وضوح السياسة انك انت على خط واحد مع كل الدول اللي بتتعامل معها النهاردة كنا بنسمع انه كان بيبقى مصر مثلا في امتماءها مع الولايات المتحدة الامريكية ثم احنا عندنا علاقات مع روسيا ثم فرنسا وما الى ذلك النهاردة احنا بقينا بنشوف انه مصر تقف على خط واحد ومنفتحة على الجميع والتواصل مستمر مع كل الدول اي حد عايز يشتغل وينجح يجي مصر هو دي الرسالة اللي احنا بنقدمها احنا ادركنا وتأكدنا ان حياتنا مش هتتغير غير بالعمل فرنسا موجود امريكا موجود روسيا موجود احنا مهمة تانية التنوع في التكنولوجيا ان احنا اصبح النهاردة عندنا مصادر متنوعة في التكنولوجيا وفي العلوم في مصر وده منعاكس على حتى حجم الجامعات الاجنبية اللي بقيت موجودة هنا في مصر من مدارس تعليمية مختلفة ده بيسمح لنا ان احنا ننقل الافكار النهاردة احنا ليس لدينا الاضطرار ان احنا نبدأ البحث العلمي من نقطة الصفر احنا النهاردة بندرك ما وصل اليه الاخرون ونبدأ نستخدم هذا العلم في الصناعة او نبدأ نخط البصمة المصرية عليه ونطور فيه عشان نقدر نستخدمه بشكل صناعي يوفر للمستهلك المصري منتج زو جودة عالية ويساعدنا كمان ان احنا نقدر نصدر المنتج ده في المستقبل خليني اقول للناس دايما التعاون الاقتصادي مش بس سلعة مش بس لا ده فيه كمان خدمات النهاردة فيه حاجة اسمها المدرسة الوطنية للتدريب المدرسة الوطنية للتدريب دي هتبقى عبارة عن شراكة ما بين المؤسسة الفرنسية للتنمية وعن الاكاديمية الوطنية للتدريب هنا في مصر عشان يعملوا المدرسة الوطنية للتدريب دي هتكون بتؤهل الخرجين المصريين لعلوم الادارة وعلوم التدريب دي على اعلى مستوى وفي شراكة واشراف مباشر من رئاسة الجمهورية هيتم انتقاء يعني على الاقل في النسخة الاولى منها اشتر مئة طالب هيتقدموا لها ففيه علوم ادارية بتتنقل وفيه علوم صناعية بتتنقل وزي ما قلنا على مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة على مجالات النقل المترو والترامو يعني لما تيجي تتكلم كده على المشهد بشكل عام بتتكلم على مصر بتهتم بالتكنولوجيا بتتكلم على مصر النهاردة فتحت افاق جديدة وصورة وبرواس جديد للتعليم الفني في مصر وبقى اسمه التعليم التكنولوجي اللي بتقوم عليه صناعات كبيرة جدا سواء في فرنسا أو في الدول الكبرى في ألمانيا أو في أمريكا متكلم كمان على الإدارة الصحيحة بالشكل العلمي والشكل التكنولوجي دكتور أحمد دايما بتنورنا واشكرك شكرا جزيلا على مجمع الإضاحات في زيارة فخامة رئيس عبد الفتاة السيسي لفرنسا الأخيرة واعتقد انه الملف الاقتصادي زي ما بنقول دايما وشغل الشاغل للقيادة السياسية عشان توفير كتير جدا من حياة يعني جيدة للمصريين جميعا شكرا جزيلا دكتور أحمد نورتين شكرا يا فعل بعد الفاصل هنروح لرافض من روافض الثقافة في مصر وبالتأكيد هذا الرافض لم يتوقف منذ 42 عام وهو مهرجان القاهرة السينمائي مع الدكتورة سارة ألدوي بعد هذا الفاصل ابقوا معنا